فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام الحدود في كتاب الله على ثلاثة أقسام قسم الأول حدود الله بمعنى أوامره ونواهه وما أحله وما حرمه فقالت جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تعتدوها هذا في المباحات تلك حدود الله ما أباح الله فلا تعتدوه فالحلال لا يتعد وحدود الله أيضا بمعنى محارم الله سبحانه وتعالى كالكفر والشرك والفسوق والمعاصي شرب الخمر والزنا والسرقة فالله جل وعلا قال تلك حدود الله فلا تقربوها فإذا كانت الحدود يراد بها المحرمات فإن الله قال لا تقربوها يعني لا ترتكب الوسائل التي تفضي إليها من باب سد الذرايع لا تقربوها أي تركوا الأسباب المفضية إليها وهذا من باب سد الذرايع فكيف بفعلها إذا كان منهيا عن الوسائل التي تفضي إليها فكيف بفعلها هي هذا أشد تلك حدود الله ولا تقربوها الثالث حدود الله بمعنى العقوبات المقدرة شرعا على جرائم لتمنع من الوقوع في مثلها مثل حد الزنا حد السرقة حد شرب الخمر هذه تسمى الحدود بمعنى العقوبات المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها فالأعراب أقرب إلى أن يجهلوا هذه الحدود لا حدود المباحات ولا حدود المحرمات ولا حدود العقوبات وهم أجدر أيضا أن لا يعلموا كيف يؤدون الواجبات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك فهم أقرب إلى الجهل بهذه الأمور بحكم أنهم يعيشون في البادية والبادية بعيدة عن العلم بعيدة عن العلم خلاف الحاضرة فإن الحاضرة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها العلماء وفيها المساجد والدروس والمحاضرات فساكنها أقرب إلى معرفة حدود الله من ساكن البادية ولهذا ينهى عن التعرب وترك الهجرة إلى الحاضرة اتفقه في دين الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ترجمة نانسي قنقر